الحديث الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم باب القنوط في رمضان الحديث الثاني والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان باب دعاء القنوط في الوتر الحديث الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوط اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت الحديث الرابع والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك باب قضاء الوتر الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره زاد الترمذي وإذا استيقظ باب قيام الليل بآية يرددها الحديث السادس والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن أبي ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن عائشة قالت باب القراءة في الوطر الحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوطر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة الحديث التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة والألف عن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بي سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك الخدوس ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة باب الوقوف عند آيات الرحمة وغيرها الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة والألف عن عوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة فعل مثل ذلك ثم سورة